اسبوع خادع للشهيد تخصصه الميليشيا الحوثية لتكريم قتلاها ظاهريا فيما الحقيقة أنه موسم يمتد لأكثر من شهر تستغله لابتزاز المواطنين ونهب الأموال والجباية بالقوة من التجار وحتى باعة الأرصفة وطلاب المدارس لتمويل حربها العبثية ونفقات سلطاتها وقاداتها ومشرفيها رغم الأوضاع المعيشية البائسة التي يكابدها المواطن في المناطق الخاطعة لسيطرتها فاليمنيون حسب مراقبين ليسوا في نظر هذه الجماعة سوى وقود للحرب وبقرة حلوب للإثراء وامتلاء الجيوب وسلم للوصول إلى السلطة اسبوع قاتل لعشرات الآلاف من فلذات أكباد اليمن يموتون في حرب حوثية همجية تسببت في تدمير الوطن وتمزيق أوصاله وانهيار اقتصاده وتجويع شعبه وتشريد الملايين في ملاجئ العراء ومواطن الشتات اسبوع ترفع فيه ميليشيا الحوثي صورا كاهنها وشعارات حركته الارهابية فلا تسمع سوى صراخات الموت وهتافات الفداء لمسيرة عنصرية لا تحمل فكرا وطنيا جامعا أو تكرس لحرية إنسان كما خلقه الله بقدر ما تكرس لعبودية جديدة ووصايا عصبوية في عصر الحرية والديمقراطية اسبوع عنصري يفرق حتى بين قتل مقاتل ميليشيا الحوثي فجثامين تشيع في مواكب جنائزية مميزة وتحضى أسرهم بامتيازات وأراضي ورواتب وسلال غذائية وبين أبناء قبائل ليس لهم بواكي تترك جثثهم في العراء نهشا للنسور والذئاب ولا تحضى أسرهم بأدنى رعاية حتى وهم يقاتلون ويقتلون في صفوف ميليشيات الحوثي مكتفية برحلة ترفيهية لأطفالهم بما يواجهون ظروف معيشية بالغة القساوة أسبوع ليس ككل الأسابيع في نظر ميليشيا الحوثي أنشأت له مؤسسة خاصة لشؤون القتلى وتشيد المقابر وخصصت له ميزانية من عائدات المؤسسات الحكومية والجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على كبار التجار رغم أنها لا تقدم شيئا من أجل قتلها الذين تتردد أسرهم عليها باستمرار بحثا عن رواتب أدويهم وتتدرع لهم بعدم وجود الميزانية الكافية فيما تستنزف نفقاتها في تزيين المواكب الجنائزية وإقامة المناسبات الطائفية الباذخة وتتعمد إقامة هذه الفعالية في المدارس العامة لأكثر من شهر لإثارة مشاعر الصغار وحشد المزيد منهم للجبهات وتحيل المدارس إلى ساحات لبث الكراهية وتقافة الموت